إن تجولت في شوارع بغداد فسترى البضائع الإيرانية على رفوف المحال وعلى الأرصفة فممنوع على المصانع العراقية أن تفتح أبوابها لتنافس البضائع الإيرانية وحتى المخدرات في العراق تأتي من إيران هذه العبارات جزء من مقالة لصحيفة نيويورك تايمز عن النفوذ الإيراني في العراق ودورها في دمار البلد بين نظريتي المؤامرة والجهل الأمريكي ينقسم المراقبون في تحليل أسباب تسليم الولايات المتحدة العراق لإيران على الطبق من ذهب بعد أن استولت على مقدراته وأصبح القرار العراقي خاضعا لإرادة الاحتلال إلا أن نتيجة في جميع الأحوال واحدة فواقع الحال يشير إلى أن إيران متحكمة حاليا بجميع مفاصل الدولة العراقية وهو الأمر الذي ترفضه القيادات الوطنية الحريصة على وحدة العراق وسيادته إيران التي انتهجت سياسات خبيثة في تدميرها للاقتصاد العراقي جعلت من المصلحة الإيرانية أولوية لدى الأحساب والميليشيات التابعة لها في العراق فسياسات إغراق السوق والاحتكار لم تكن كافية للسيطرة على الأسواق العراقية فاستخدمت النفوذ السياسية تارة وسلطة الميليشيات تارة أخرى لإغلاق أي مصنع عراقي ينتج بضائع تصدرها إيران للعراق لتنفذ احتلالا اقتصاديا يقضي على الصناعة والزراعة والتجارة العراقية بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أما في الجانب السياسي فحدث ولا حرج حيث يؤكد المراقبون للشأن السياسي العراقي أن المرشحين للمناصب السيادية العراقية يتم اختيارهم وفقا للرغبة الإيرانية ويتم استبعاد أي شخصية أو كيان سياسي يعمل بالضد من النفوذ الإيراني ومشارعه التوسعية كما تقول نيويورك تايمز عسكريا أصبح قادة الحرس الثوري الإيراني وضباطه مستشارون رسميون يصولون ويجولون أن شاءوا ويشرفون مباشرة على الحجد الشعبي الذي يسعون لإدخاله في الحياة السياسية في المرحلة المقبلة إلا أن إدارة ترامب خطت في الآونة الأخيرة خطوات باتجاه تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة بعد أن أدركت خطورتها على المصالح الأمريكية وبات من المؤكد أن العصرة الذهبية لإيران في العراق بدأت نهايته غير أن المدة التي تتطلبها الخطوات الأمريكية غير معروفة